السلام عليكم البنات كديرين اشخباركم كنت مننا من الله سبحانه وتعالى تكونوا باخير وانتو ما كنت تاهدو هاد الفيديو اليوم فيديو جديد ان شاء الله الجزء الثاني ديال فيديو التحدي بيني وبين راجلي راكم شفتوني في الفيديو اللي قبل درت تحدي انا اليوم تحدي دياله هو فرضت عليه انه يصاوب لي كيكا ديال الحامض وكيف مما كنت شوفوا راكيق اللي في الانترنت ولكن ما خليتوش عطيتو انا المقادير دير واحد الكيك اللي كنحمق عليها ولي كنديرها بزاف هي هادي البنات راه طلعتلي هو وعرا فبقو معي بش كتشفوا المقادير وطريقة تحضير وايضا طلبت منه يا البنات الحريرة لانني تشهيتها وتوحشتها صارحة مدى ما شربتهاش وانا عندي مشكل مع الحريرة كنطلعتلي صراحة فراثي من الوحم ديال والدي الكبير ما بقيتش كنحمل الحريرة اللي كنصيبها انا بيد ديال فكتعجبني الحريرة ديال الناس الاخرين فطلبت منه انه يديرها ليا والحريرة ديالو حتيها طلعت ووعرا فبقو بش كتشفوا طريقة تحضير ديالو والمقادير كيف تشاهدون البنات ينصب الحريرة هي الأولى يقرد في البصلة يشلط فيها موجد الحمص كيف تشاهدون البصلة يقرد طريفة الحم يقرد اختيار زيت المائدة اضاف البصلة اضاف الحمص والتوابيل كينس كينج بير الخرقم البلدي حمارة ليبزار ميزان في المقادير اضافة العود ميزان في الحمص يجب الماء يقدم السيد بودرة يقرد في الحمص يجب الماء في الحمص كرافص 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 نضيف الملح نضيف ملحة لن يسلق الملح لن يضيف الطحن من الملح نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة و قمت بطريقة نضيف ملحة لحريرة بنينة اضاف الملح و مرقب المطائب يسد على طيب نصف طيبة و يحل عليها بشي دير مطيشة و دائماً العافية مهيلة سوف ينصف مهيلة مصورة مصورة لديها بشي دير مطائب و يتضح بشي دير مطائب و اضاف المطائب و تخيل المطائب تخيل المطائب في هذا الكسد اضاف معلقة كبيرة عمرة المطيشة الحك اضاف المطيب 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 الأجيز من ثلاثة الحرابة الإنسان نشاهدهم جيدا و نجمعهم و نحتاجهم و نجبدهم بحلقه مهم البنات تدرجو مع القكبار ديال الطقيق اللي خلطهم عشوية الماء و راني عاونته هنا باش صفاء قال لي باش ما يدوز ليش يحبه ديال الطقيق في الحريرة قال ليش ادي معي باش نصفيها را صفاها حينه ما كيزقاش من التحرق قال لي ما خصاش تلصق ليه نهائيا الحريرة ما خصاش تلصق في هاته شي حاجه هو عدو هو الحراق ولا تلصق لك شي حاجه في الإيناء ما تيحملهاش ضافة البنات الشعيرية كيتعرفوا الشعيرية ضغيكة طيب و دائما هو كيدر الدقيقة من قبل لانه باشي طيب مزيان لان كان البعض اللي كيقوك تدرني الحريرة ولا اي حاجه في هاته دقيقتك تدرني علاش تدروا لانا ما تيخليش الدقيقة طيب مزيان فلهذا عطوه و قتوبه شي طيب البنات انا هو ما تيضرش ليدام بزاف الحريرة و صراحة تلون هاته تطلع زوين را غدا باح يتضارب فيها الفلاش ديال كاميرا اما هاته تطلع لونها زوين و تنقصتها ليدام تتجي صراحة في فوز وينه و ما تيتقلهاش انتمو البنات هوره ما تيتقلهاش يعني الدقيقتين را غدو كجوش معالق فقط و راه جاتب بنينة يا البنات هوا رصيب لي ازلافه باش نشربها انا دايجا البنات راني شربتها دبرا كنديلكم المونتاج مهم راها بنينة و صلق البيض و دار تمر مهم انتك على القادية مهم البنات هادي الحريرة طلعت بنينة صراحة مكلت الرجال رادي ما كتكون بنينة دبرا غادي ندوزو باش نعطيكم المقادير ديال الكيكا اللي كتجي و وعرا صراحة من اللي بدك يدير في الكيكا راه ندمع لها التحدي لانا جاتوا صعيبة يلا وجدوا ورقة وستيلو باش تنقلو المقادير اللي غا نعطيكم المهم البنات دار بالناصيحة لان اول حاجة قلتها لي هي انه يهز المول يدهنو مزيان بالزبدة و الدقيق لانه باش كي يكون واجد باش كيرتاح من المول يعني كيجي حط نيشان الكيكيكا هاو المول موجود هادي ايه طريقتيها البنات فاش كنبغين صايب كيكا مهم المول ديالي المعتاد العزيز عليا اللي تطلع فيه كيكا زوينا واخدها البنات هادي المولة ب13 درهم واخرها تعوج لي صراحة 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 تطقت فيه كيكا زيان دي مجيران طالبينو مني حتى ولا حالته اه بالنسبة للمقادير فيها جوج حامضات يكونوا شوية متوسطين او لوحدة كبيرة ووحدة صغيرة يعني ضرورك سيكونوا هاد الحجم هادا المهم تحديات ان يكونوا نحيبون فلقيعتions جوج حامضات ممي 요 Прcreatعويين الي يو login ون Gröape الأخلاف كيف انهموا العزيز الحمضة شاءٌ حقه لانноз điều سافتناء تطỏ جوج ديالبان definitely اللي شاء الله اخمر ن injured my friend المهم المهم انا كمال كيكا حيار عزيز حيار كيك فيها تمر لان راجلي اي حاجة فيها العطرية والبصلة والذك الشي الاخر عزيلي طيبه ولكن الكيك عمره مطيبة صراحة اول مرة انتم اللبنات انا ما عتش نو بغي يخرج من هذه العصارة يقلب فيها هنا ويقلب فيها من هنا ما عتش بغي يخرج منها مهم العصر سبارك الله طلع الكين يعني الخير والباركة في العصر مهم يبدأ المقادر الكيك ديالنا المقادر الكيك تحكوا القشرة ديالها من قبل وكتعصروها العصر ديالهم وبنسبة البيض كان خمسة ديال البيضات كان يحتاجون الخمسة ديال البيضات المنات تشوفوا الطريقة انا ما عرفت فين شافة الطريقة هذي كي يدير بيضة ببيضة بشي لا كانت شي بيضة مع جباج وش ما كي يديرهاش المنات انا صراحة راجلي اي رامولة يتفرج في دوكلي شاف الكبار مبلي بهم صراحة يتفرج في اوقات الفارغ يمكن من هنا جبهات الاصتيوس هذي مهم ما عرفت انا ما عمري مادرت انا ببيضة ببيضة بحل هكا مهم كيك تشوفوا خمسة ديال البيضات اه نديرهم في الخلاط الكهربائي دار مع مقبصة ديال الملح عرفتوا يا البنات كان غايدة لي معلقة ديال الملح قلت له ويلي بتتحرم علينا الكيكا مهم ده في العصر ديال كجاج حامضات وغادي يخدمهم مزيان في الخلاط ضروري يتخدمهم مزيان حتى يبهات ليهم اللون وفي نفس الوقت من اللي كتطحنهم انتو ما كتطحنوا كتحلوا الغلاقة من الفق وكتبضوا تضيفوا كاس ديال العنبة ديال سانيدة كاس ديال العنبة ديال زيت كيسان يكونوا عامرين ديال العنبة وكضيفوا فلون ديال البانان هذا الفلون الصغير ديال درهم ونص كنضيفوا ديال البانان إلا مكان شو كان ديال الفاني تقدرو ديال الفاني مهم ديال البانان يتلع مدع قزوين وستدير الفاني راكم معارفين يتوات مع الحماد ومع كيجوين البنات ولكن خلطوهم مزيان ضرورة خلطوا واحد المدة في الخلاط المهم البنات وضعهم في إناء كبير باش يضيف الدقيق والخمارات هما اللي باقين لي ودك الحامض اللي يحك المهم هوا راو كيستعلم ذيك سبات شو لها دي رغير شافني كنسة خدماتها ويطلبها مني يعني دايجا شافني خدمتها اللي يعطيني هذيك الصفراء اللي كتخدمي بها أعطيتها له المهم هوا كيكتشوفوك يدردر القشور دي الحامض بحليك يدردر العطرية مع لنا مهم غا تخرج لنكي كم زيانة مهم غا وكي خلط هذا الحامض القشور دي الحامض دا بغا دي ضيف الدقيق بنسبة للدقيق البنات العبار ايكزاكت بنسبة للعبار البنات ثلاثة الكيسان دي العنبة بنسبة للدقيق دي الحالويات مهم ثلاثة الكيسان ديال العنبة انا كان اكد هاي والعنبة بنسبة لطقيقة لطقيقة لبنات ديال الحلويات الممتاز بالضبط انا دير الامارك ديال الاتقان ثلاثة الكيسان اعطتني هاد النتيجة وإلا كان شي طقيق اخر ديروا هكا ديروا ثلاثة الكيسان نغرب لهم وقضيفوا شوي شوي كيف مدر هو هو رماتق شفية ثلاثة الكيسان بريس تخرجي عليا وبدأ كيدير شوي بشوي حتى حينت هو عرف الكثافة ديال كيفاش غتكون يعني مجيء 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 شتقيلة لانه صراحة يتفرج فشي ديال الطبخ ولكن عمروا بشرب انه يدير كيكا المهم في التالي تأكد بلي انه فعلا المقادير هم ثلاثة ديال الكيسان لانه سيخوي كامل هذه البواطا ديجا مغربل فيها ثلاثة الكيسان ديال العنبة و البنات تلاصيوس باش كتلع كيكا مزيانة هي كهكا تخلط مزيان سيخطوها الكيكا هذه ستتخلط مزيان هادي الكثفة ديالها البنات من بعد ما كملنا سيضيفو الخمارات ديجا الفران البنات راه سخون سيغربلو هاد الربعات ديال الخمارات البنات الربعات ديال الخمارات سواء كانوا 7 جرام او 8 جرام جربتها انا بجوجهم صدقت لي نفس النتيجة صدقت مزيانة سيخطوها مزيان مزيانة البنات بنسبة للمول راه ديجا راه دهنو قدو يعني راه واجد بنسبة دائما كنقول لكم ليه ستفرغوا الكيكا كيف ما قلت في الفيديو اللي قبل ستفرغوا الكيكا في المول دائما علي والفوق باش كيخرج من هادا الهواء اللي فيها وكيجم فيشف شامل داخل صراحة قال لي الله حسنا وانكم اللي ككون شي ضف جاي عندكم وتديروا بزفت الحواج وتديروا كيك وتديروا الحرشة وتديروا الملوي قال لي هاتشي صعيب صراحة وما اغسر للمماعن سيبقى يغسل في ذلك المماعن محنون كتعرفو كيكا كيفاش كتكرفص وكتلصق واش قدي نقول لكم صراحة قال لي يا قال لي تحية لكم قد ضربوها ما رأعتارف بها أخيرا صراحة التحدي والله يلعد عليها بنفع مع هو عزيز عليها كيكا ما عرفش كيفاش كتوجد كيكا غنوضو كيكا كتجي سهلة خلطها وديرها في المول وحطها الطيب المهمة بنات قد يندخلوها الطيب على عفية تكون مهيلة فراندجة راسخون كيفما قلت لكم ومن لغة الطيب ان شاء الله سنشاركها معكم كيفاش قد يطلع مهمة البنات هيا الكيك من بعد ما طابت انتم في شفت توجهات خفيفة واخد شققات بحل ككره ماشي مشكلة البنات أنا صراحة ديما كتشقق ليا المشكل منين ما عرفتش المهم طلعت زوينة خفيفة البنات شوفوا مني قلت لها مني قلبها شوفوا كيفاش دار ليها هكا تضغقها لأنه عيط بالنسبة الكونفيتور القديم الأول لا تعجبني هذا الكونفيتور المشمش الجديد تقدروا تكتفي بالنباش تكتفي بشي سير وكتصائب التزيين يبقى اختياري ومهم كنت دهنوها وهي بقى شوية دافية ونجعلها تشرب هذا الكونفيتور المهم التزيين اللي كان حماق عليه هو الكوك شكون بحالي منعشق الكوك مهم سندردروا لها الكوك وطبع الحال مع رجلي كيحمق على الحامض أزين هاليكم بالحامض بحال أدير لكم بسطيلة ديال الحوت أنا جتني بحال لدي بسطيلة الحوت المهم نقطع لكم بشوف البنطرة مش نعس ما قدرش يزيدي مرق اللي يد شير فيه تمارا صراح حدثت لي قدرش تعرف حق العيالات أما يمقطع عليكم بشوف كيف جت ترى حملة هزيت خفيفة كيف خفيفة بزاف هنا ترى على عينكم كيف جت أنا أترى بلنا صار حاجة مفشفشا كنظن ره واضحة كنتمنا تجربوها في البيوت ديالكم سيغطون للناس اللي يعشقوا الحامض صراحة كتجزوينا وشكرا بزاف المتابعة ديالكم والناس اللي شاهدوا الفيديو حتى لدى أنا كنشكرهم بزاف والناس اللي منضمن العائلة قناة الأم حسناء أيضا لكم شكر الجزيل وصراحة ما كذبش عليكم أنا فرح كان فرح بدكوا لي كومنتر وأي واحد أول مرة يزور القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس وبطبيعة الحال تخلينا للايك ديالك اللي عجبك المحتوى ديالقناة وشكرا لكم بزاف وصلنا نهاية اللا فيديو اللي كانت من أن تعجبكم أن اللا فيديو تعجبكم بزاف والتحدي يعجبكم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته